ينعكس التأثير الفعال لكرة القدم اليابانية من خلال السجل الناصع في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً التي يحمل لقبها كتيبة نادي شيكو للشابات حيث استحقت اليابان التتويج بنسخة كوستاريكا في العام 2014 بعد عروض قوية وناضجة تفوق عمار لاعبات هذه الفئة العمرية أعتقد التوقع دائماً صعبة أو مستحيلة في كرة القدم لكن أرجح للمنتخب الياباني ستكون مبرامة ثيرة بفارق هدف أو هدفين ستة انتصارات متتالية و23 هدفاً هو السجل للقياس الذي حققته اليابان في الطريق للفوز بلقب البطولة قبل عامين ولم يسبق لأي منتخب آخر في تاريخ البطولة أن راكم هذا العدد المبهر من الأهداف والانتصارات المتتابعة أنا بالنسبة لي بتوقع اليابان وبشجع اليابان أنا بتوقع برضو اليابان تاخدها هاي المرة لأنه مستواهم كثير قوي صراحة بتوقع اليابان يكون بطال يحافظ على لقبه شخصياً بتوقع اليابان تفوز اليابان لكل ما توقعها تفوز وفرجونا أداء الصراحة كثير عالي خلال كل البطولة بس أنا حاس كوريا عندها دافع أساس أنه لازم يستعيدوا مجدهم تجسد المجموعة الحالية ميزات اللاعبات اليابانيات من حيث الأسلوب والصلابة التي أظهرتها خلال تصفيات العام الماضي ولا شك أن المنتخب الحالي يعكس جميع الميزات التي حققت النجاحات للكرة اليابانية في السنوات الأخيرة والهدف الآن المحافظة على اللقب خصوصاً وأن البطولة تقام في القارة الصفراء ترشيحات ترجح كفة اليابان للفوز بنهاي كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً الأداء مبهر والتقدم بخطوات ثابتة وقادم الأيام سيقطع الشك باليقين هبا الصباغ الحرة عمان